وهاتفيا ينضم إلينا أيضا الدكتور ناصر سليمان رئيس حزب صوت مصر دكتور ناصر برحب بحضرتك ودعنا نلقي الضوء على هذا العرس الديمقراطي إنجاز التعبير الذي شهدته مصر اليوم وتطلعت الدولة لأن يكون حوارا مفتوحا وحوارا شاملا وحيويا محققا لنتائج مرجوة ترجوها مصر من قبل القوى السياسية وسمع صوت الأحزاب التي تمثل مختلف أطياف الشعب أيضا كيف ثمنتم دعوة القيادة السياسية ومتابعتها لمجريات هذا الحوار وخطواته حتى النهاية والله كانت دعوة كريمة من القيادة السياسية أو البداية خالص حتى من 26 يعني من يوم الإفطار فيتريس في 26 شهر أربعة قبل الفات وكانت بالحوار الوطني وإحنا أصلا النهاردة حضرنا كل الأحزاب اللي كانت ندعوها وقدرنا في إفتاحية الحوار الوطني وكانت حياءة بصراحة هي تجمع السياسيين وتجمع المهتمين بالسياسة وبالبلد من ناحية المحاور المحور القطاري والسياسي والانتماعي طبعا نحن موجزة النهاردة كان عرص وبصراحة فرحة أن كل القياف اللي وصلت حتى المجانيين وحتى الحزاب المعارضة والأحزاب الموالية وكلنا كلنا في بوثقة واحدة النهاردة في الحوار الوطني ده هو يعني شيء أصلا إن شاء الله حيأدي إلى الدولة في تقدم والظهار في المرحلة القادمة وإن شاء الله إن شاء الله إن كل الرؤى والمقترحات اللي كان لتحدث كان السيد عمر موسى وكان يعني الكل اللي تحدثوا النهاردة كان كلها أصلا في مقترحات أو الاقتراحات تسببها يعني التوجهات للحوار الوطني وقبول هذا وقبول الرأي الآخر والحرية الرأي وحرية التعبير والصراحة هذا شيء عظيم بالنسبة للمصر النهاردة يعني الحياة دي وإن شاء الله بإذنك الحوار الوطني ده هيكون أصلا فتت فيه في ازهارها وتقدمها بالضمام في الأيام القادمة إن شاء الله نعم ربما يعني العنوان الأصح لي مثل هذا الحوار هو تعدد الرؤى وطرح وجهات الخلاف لا الاختلاف لا الاختلاف الاختلاف للوطن قضي يعني فررنا الرأي قضية لكن للوطن الخلاف لا الاختلاف ما فيش ما فيش إن شاء الله إحنا الرؤى كلها أصلا واضحة أصبحت المسترحات اللي أدمناها إحنا إذن كان الأحزاب أو وكيف جاءت مشاركتكم كحزب صوت مصر في أي محور؟ والله أنا احنا كنا مهتمين أو بالمحور الاختصادي من ناحية يعني من الزراعة يعني كنا أدمنا مسترح كده بالإهتمام بالزراعة لأنه في اجتساء ودواء وغذاء يعني حتى نابلون بقول الجيوش تمشي على بطنها يعني من غير غذاء ما لا يمكن أنا قد أدمت من ناحية الصادي وأهتمنا بيه قوي وأدمنا مسترحاتنا باستفادة جمزة وطبعا من ناحية كمان الاجتماعي والسياسي طبعا لأن احنا ما فيش اختلاف إن شاء الله ما هي أبرز القضايا التي تم التركيز عليها من قبل حزب صوت مصر في أطروحاته في هذا الحوار بخلاف الزراعة بخلاف الزراعة أنا قلت بالصحة والتعليم نحن نهتم شوية بالتعليم ونحن الصحة دمنا برضو لو أننا عارفين القيادة السياسية والقايمين على الدولة نهتم بالصحة والتعليم ما هي أبرز المقترحات التي قدمتموها في هذا السياق والله إحنا قدمنا بصراحة نفس الرأي لا يستجد القضية أو في الوطن القضية قلنا إن شاء الله بإذن الله أننا من ناحية الكفر السياسي إننا عايزين كل الجماعة أصحاب الرأي نسمحهم حتى لو اختلفوا معنا وإنا شايف كده سياسة الرئيس يعني كان عمل يعني عفو اللاجب العفو الياسي عافت عن كل أصحاب الرأي فأنا أرسيزنا على هذا وفضل ربنا سبحانه وتعالى إننا شايف كده نقول حتى الجماعة المختلفين معنا أو المختلفين معنا في المتصرحاتنا نعم وهو الهدف من هذا الحوار وطرح الرؤى المتعددة وطرح وجهات نظر الخلاف ربما بين القوى السياسية المختلفة والأحزاب المختلفة لإصال صوتها وسماعه تحت مظلة الدولة المصرية بشكرك شكرا جزيلا دكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر